السلام عليكم. معكم ميس اسرق جابر ودرسة احياء. هناخد النهار ده ان شاء الله احياء لأولى سنوي. هنشوز زي ما احنا شايفين قدامنا كده. هنحل اسئلة على آآ درس الاحماض النووية. تمام? والاهم من حل الدرس ان احنا آآ يعني الاهم من ان نعرف الاجابة ان احنا نعرف ليه اخترنا الاجابة دي بالذات. معنى كده ان انا كل سؤال هشرحه بالتفصيل. تمام? ليه اخترنا اجابة معينة واستبعدنا بقى الاجابات التانية. ماشي? وفي الاخر برضو هدي اسئلة متنوعة. تمام? آآ ويا ريت قبل ما نبتدي في الفيديو نشترك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. وفي آآ دروس قبل كده تشرحت كتير وحاجات برضك فيديوهات حل اسئلة كتير. تمام? يبقى قبل ما تسمع كده الفيديو تشترك في القناة على طول. يلا نبتدي مع بعض السؤال الاول. اي مما يلي ليس مونيمر. خلاص اللي هو البروتين. البروتين يعتبر ايه? بوليمر. وكلمة بولي بولي معناها متعدد باللاتيني. تمام? اما الجلوكوز والحمض الاميني والنيوكليوتي ده دول يعتبروا ايه? مونيمر. طب كل واحد فيهم ليه بوليمر ولا لا مدام قلت مونيمر يبقى اكيد ليه بوليمر. جزء الجلوكوز البوليمر بتاعه النشا. الحمض الاميني. البوليمر بتاعه البروتين. النيوكليوتي ده الدي ان ايه? تمام? او الار ان ايه? طيب البروتين هو عبارة عن بوليمر وبيتكون من احماض ايه? امينية. تمام? يبقى زي ما انتم شايفين كده. كل سؤال بنشوف بالزبط. حلنا دي ليه? تمام? تاني سؤال. الجزء اللي يمثل الكاربوهايدريت فيه فيه تركيب جزء الار ان ايه? هو ايه? الريبوز. تمام? استحالة حاجة من ايه من كل دول? الجزء اللي بيمثل الكاربوهايدريت يعني سكر. ايه السكر اللي في الار ان ايه? اللي هو الريبوز. تمام? وليه مش الدي اكسي ريبوز? لان الدي اكسي ريبوز موجود في الدي ان ايه. لكن الار ان ايه هو ايه? اه الريبوز هو الاجابة ايه الصحيحة. طيب. رقم تلاتة. عدد زرات الهايدروجين بسكر الريبوز. الهايدروجين. انا عندي فاكرين القاعدة اللي هي النسبة اه سي اتش تو او. تمام? الهايدروجين بيبقى ضعف الكربون وضعف الاكسوجين. طيب هنا الاكسوجين والكربون خمسة. والهايدروجين ايه? ضعفه وهم يبقى عشر. طيب رقم اربعة. التركيب الجزائي لسكر دي اكسي ريبوز. هو عبارة عن ايه? دي اكسي ريبوز. هو الريبوز اصلا خمس كربونات. تمام? بصوا هنا. المفروض الريبوز العادي خمس كربونات يبقى ايه? سي فايف. اتش تن لانه ضعف الفايف. والاو تبقى شبه الكربون تبقى فايف. لكن هنا بقولك ايه? دي اكسي. دي اكسي. يبقى سحبت او نقصت ايه? اه اكسوجين اتوم. طيب. باستخدام الشكل التالي اي الاختيارات الموجودة في الجدوى الصواب. ايه الشكل التالي ده? عبارة عن كان عندنا تمام? والسهمة زي ما انتم شايفين حصل له ايه? تفكك لمونيمر. يبقى انا كان عندي اتفكك لمونيمر. تمام? طيب. الاجابة الصحيحة اللي هو ايه? اتفكك لمونيمر. تمام? اجي الدي ايه اهو كله. المونيمر بتاع دي ان ايه? هو عبارة عن ايه? طيب. نيجي هنا للسؤال السادس. اهو زي ما انتم شايفين كده. تختلف فيما بينها في كل مما يأتي معادة. بتختلف في كل حاجة. الا ان كلهم بيحتووا على مجموعة فوسفات. طيب المجموعة فوسفات دي بترتبط بكربون اه بزرة الكربون رقم كام? خمسة. تمام? بتتصل ومهم جدا ان احنا نعرف ان الخمس اه زرات كربون اول واحدة بتتصل بقاعدة نيتروجينية واخر واحدة الخمسة بتتصل بمجموعة ايه فوسفات. فكل النيوكليوتيدات بتتصل لازم بمجموعة ايه فوسفات. بصوا دي الاسئلة بقا اللي محتاجة تفكير. اي رقم سبعة. بيديني قطعة كده وبعد كده يسأل عليها كزا سؤال. تمام? نظام الاسئلة ده غريب شوية علينا. فعايزين نتعود عليها على طول. تمام? لانه بيجي في الامتحانات كتير. يجيب لي قطعة او يجيب لي رسومات ويعد يسألني عليها. رقم سبعة. ازا علمت ان الادنين اللي هو رمزه ايه? يرتبط بالثايمين. ايه? ويه? تي اللي هو الادنين والثايمين مرتبطين ببعض. والجوانين مرتبط بالثايتوسين. في اللولا بالمزدوج دي ان ايه? في ضوء ذلك اجب. خلاص? هو آآ آآ الاجابة هتبقى ادنين وثايمين لان هم مرتبطين ببعض فمن مرتبطين هيبقى النسبهم ايه? متساوية. تمام? اللي اتنين مرتبطين ببعض ايه? نسبهم آآ متساوية. يبقى اي بصو دي معلومة اعرفوها. اي آآ اتنين قواعد نيتروجينية مرتبطين ببعض بيبقى نسب متساوية. فالاتنين دول ادنين وصايمين نسبتهم ايه? زي بعض. النسبة المقاوية بتاعتهم زي بعض. ادنين وصايمين. ليه? لان هما مرتبطين ببعض. تمام? طيب نيجي للسؤال التاني. اي الاشكال البيانية التالية يكون غير صحيح في تركيب الدي ان change. نشوف بقى احنا قلنا انة ايه الادنين والصايمين نسبهم ايه متساوية. تمام? هذه الادنين والصايمين اهو نسبهم متساوية اهو. اهو. وهنا اهو. اهو. والتنين نسبهم زي بعض طبع. الادنين والصايمين اهو. هنا بصو الادنين وبصو الصايمين. هنا الادنين حاجة بسيطة. بصو الصايمين كتير ازاي? يبقى ده غير صحيح في تركيب الايه? فهمتو? يبقى اي قواعد نيتروجينية مرتبطة ببعض بيبقوا بيساوي بعض ايه في نسب متساوية. خمسين في المية خمسين في المية. تمام? اي حاجة مختلفة عن كده تبقى غير صحيح. طيب. هنا عندي السؤال الثامن. تتشابه القاعدة النايتروجينية تي. تمام? مع القاعدة النايتروجينية يو في ايه? يتشابه في ايه? انا قضي اليوراسيل. اليوراسيل الموجود في ايه يا جماعة? اليوراسيل الموجود في ال ار انة ليه. والتي اللي هو موجود في ال اي خلاص هي ده موجود في سبب حتة ده. التي موجود في ال اي. تمام فده حاجة وده حاجة. المتشابهين في الايه في الشكل في الشكل بس لكن باقي الحاجات لأ مش مظبوط تمام لما كان التوجد لان تي هتبقى في الدي ايه واليو هتبقى في الار ايه تمام ولا في التركيب بتاعتهم ولا السكر اللي بيرتبطوا بي لان السكر اللي بيرتبطوا بي اه واحد اللي هو الار ايه هيبقى ريبوز اما الدي ايه هيبقى تمام طيب تسعة القاعدة النايتروجينية التي لا توجد في الحمض النووي هي ايه اليوراسيل هم الموجود ايه بدال اليوراسيل موجود تمام طيب عشرة القاعدة النايتروجينية التي لا توجد في الحمض النووي ايه اللي هو ايه الثيمين تمام طيب نشوف رقم حداشر بس انا عملالكم الحل اهو عشان يبقى الحل قدامكم وسمعين الشرح تمام طيب رقم حداشر تختلف الادنين في جزء الدي ايه عن نيوكليوتيت ايه الادنين في جزء الار ايه في عدد هتختلف النيوكليوتيت ده في عدد ايه في عدد زرات الاكسوجين ليه لان الدي ايه بيبقى ايه بيبقى دي اكسي ريبوز وكلمة دي دي الحرفين دول معناهم نقص. نقص. بنقص زرة واحدة اوكسوجين. خلاص? يبقى هنا الدي ان ايه فيه اللي هو دي اوكسي. اوكسي جاية من ايه? من الاكسوجين. دي اوكسي رايبوز. اما آآ الار ان ايه رايبوز على طول. حتى انا كنت بقولها للطلبة ايه? السكر اللي في الار ان ايه ار هيبقى رايبوز. خلاص? آآ آآ ار و ار يعني. اما دي اوكسي رايبوز الدي ان ايه هتبقى بردك دي. الدي والدي. تمام كده? طيب. يبقى الاتنين هيختلفوا في عدد زرات الاكسوجين لان ال ايه الدي ان ايه ناقص ايه زرة اكسوجين. طيب. رقم اتناشر. المكونة الذي يحتوي على عنصر النايتروجين فيه الاحماد النووية هو الادنين. خلاص? ليه? لقيت نعبارة عن قاعدة ايه? نايتروجينية. قاعدة ايه? نايتروجينية. تمام? طيب. رقم تلاتة اشر. جميع ما يلي يدخل فيه تركيب كروماتين الخلية. في معادة. في الكروماتين الخلية. مدام ايه الكروماتين الخلية اصلا موجود فينا جماعة. موجود في النواة. يعني كأنه بيقول لك كل دول موجودين جوه النواة معادة. خلاص? هيبقى ايه? كل دول موجودين الا الار ان ايه بيبقى موجود في السايتو بلاس. ما انا لازم اعرف الاجابة الصح واعرف صح ليه. طيب. طيب. الا الار ان ايه موجود في الايه في السايتو بلاس. طيب. هنا. رقم اربعتاشر. من الشكل التخطيتي المقابل. استنوا بس ايه? اوري كل شكل هون. اهو. اهو. الشكل ده. اهو ده. يعبر الجزء اكس عن. ده ده نوعية الاسئلة اللي بقولها لكم. ان يجيب لي رسمة مسلا او يجيب لي عبارة كده. تمام? ويقعد يسألني عليها. ده نوع جديد من الاسئلة. طيب. هنا الاكس ده بيعبر عن ايه? تعالوا نشوف من الاول خالص من بره. الخلية. الخلية جواها نواة. النواة جواها كروموزوم. تمام? الكروموزوم في دايرة ما قاله هاش هو. اللي هي كروموزوم جواه الدي ان ايه? طب الدي ان ايه جواه ايه? النيوكليوتي ده. تمام? اقولها تاني. الخلية من بره هي. بتحتوي على نواة. والنواة فيها كروموزوم. ماشي? الكروموزوم. بيتكون من ايه كروموزوم? بيتكون من دي ان ايه? طيب. ودي ان ايه بيتكون من ايه الاكس? من نيوكليوتي ده. فهمنا? يبقى الاجابة ايه? النيوكليوتي ده. طيب. شوف رقم خمستاشر. كده بس ايه عايزة ازبط لكم الكتاب عشان تبقوا شايفين منه كويس? اهو. خمستاشر. عند نمو خلية حية من ورقة نبات التبخ. تمام? في وسط غزاء يحتوي على عنصر نيتروجين ايه? مشاع. نجد ان جميع التركيب التالية تحتوي على النيتروجين المشاع معادة. مين من دول تركيبه مفهوش ايه نيتروجين? اللي هو الجدار الخلوي. ليه? لانه بيكون من سليلوز بس. عبارة عن سليلوز بس. اما الباقي في تركيبهم في نيتروجين. تمام? كده? يبقى. كل دول هيطلع في النتيجة بتاعتهم. نيتروجين مشاع. تمام? الا التركيب او في الخلية مفهوش ايه? في تركيبه نيتروجين اللي هو الجدار الخلوي. ليه? لانه بيتركب من الايه? من السليلوز. طيب. ستاشر. يتشابه دي ايه مع الثايروكسين في وجود عنصر الدي ايه والثايروكسين. اللي اتنين فيهم نيتروجين. تمام? اللي اتنين فيهم ايه? نيتروجين. طيب. عندي بعد كده سبعتاشر. في ضوء ما درست اي العبارات التالية غير صحيح. الحاجات دي كلها صح. الا حاجة واحدة بس غلط. الغلط اللي هو ايه? ان الار ان ايه عبارة عن لو لا بمزدوج دائما. لا الار ان ايه عبارة عن واحد بس الشريط واحد بس. تمام كده? الباقي يعتبر صح. بصوا معي. الدي ان ايه عبارة عن لو بمزدوج. صح. ماشي? حتى في 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 الشرح شرح الدرس ده هتلاقوه في موجود في فيديو على القناة. معمول الاتنين مرتفين حوالين بعض كده. طيب. عندي بعد كده البي. الدي ان ايه يحتوي على الثايمين. وفعلا الدي ان ايه بيحتوي على الثايمين. بعد كده الار ان ايه يحتوي على سكر ريبوز مزبوط. يبقى العبارة الخاطئة اللي هي ايه? العبارة الخاطئة. اهي. دي. عبارة عن ايه? ان الار ان ايه? عبارة عن لو لا بايه مزدوج. تمام? بعد كده هنروح لسؤال رقم تمنتاشر. بيقول لي من الاشكال التالية. تمثل الارقام واحد واثنين وتلاتة روابط كيميائية. خلاص? ترتبط بين الجزئات وبعدها. وبعدها هي على الترتيب. ادي الربطة واحد. انا 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 ا ان السكر ده بيتصل بالقاعدة النايتروجينية عن طريق ربطة تساهمية. وبيتصل بمجموعة الفوسفات عن طريق قاعدة عن طريق ربطة ايه تساهمية. يبقى انا عندي الاجابة تبقى ايه? رقم واحد ربطة بابتدية رقم اثنين ربطة تساهمية تلاتة تساهمية. اللي هي الاجابة رقم واحد. اهو. بابتدية تساهمية تساهمية. تمام? طيب. السؤال رقم تسعتاشر. اهو. اي مما يلي مسؤول عن انتقال صفة لون العيون البنية من الاباء الى الابناء? اللي هو الديين ايه? بصوا ما تطلقبطوش لما يقول لكم صفة معينة. يعني صفة لون البشرة لون العين. آآ الطول والقصر. خلاص الطلبة بيركزوا قوي في انهي صفة بالزبط اللي بيحصل لها انتقال. لا انا كل ده بيتنقل عن طريق الديين ايه? مليش دعوة بقى. اتنقل لون عين لون شعر لون بشرة مليش دعوة كل الحاجات دي. انا اللي يهمني ان المسؤول عن انتقال الصفات الورصية هو الديين ايه? تمام? فمش حايزين نطلقبط بنركز في الايه في الصفة. لأ. بنركز في اللي بين كل الصفات دي. طيب. عشرين. يختلف حمض دي ان ايه عن حمض ار ان ايه في. ان. بيختلفوا عن بعض في ايه? ان دي ان ايه يوجد دخل النواة. الدي ان ايه مكانه دايما النواة. وال ار ان ايه بيوجد في النواة والسايتوبلازم. يعني ايه بيوجد في النواة والسايتوبلازم? بصوا جماعة. دلوقتي دي ان ايه جوه النواة بيصنع ال-RNA تمام؟ بيقوم بعمل ايه ال-RNA بيصنع ال-RNA فهو مكانه في الاول في النواة لانه هو تصنع فين اصلا في النواة وبعد كده بينتقل مكانه للسيتوبلاس يبقى هو مكانه فعلا صح في الاثنين بس اولا في النواة ثانيا في السيتوبلاس طيب نيجي للسؤال 21 من وظائف جزئ ال-RNA الرئيسية انه ال-RNA ليه وظيفة اهمة جدا جدا انه هو بيخلق ايه البروتين له دور هام في تخليق ايه البروتين تمام؟ طيب عندي بعد كده السؤال 22 تنتقل الصفات الوراسية من الاباء الى الابناء عن طريق عن طريق ايه؟ تتابعات من النيوكليوتيدات في ال-DNA اي حاجة ليها علاقة بال-DNA بقى ليها علاقة بانتقال الصفات الوراسية تمام؟ اهو اهو تتابعات من النيوكليوتيدات في ال-DNA تمام؟ طيب تعالوا مع بعض نروح لسؤال رقم اربعة وعشرين زهور الصفات الوراسية تتم حسب الترتيب مين اللي بيأثر فيه ظهور الاساسي ال-DNA وبعد كده ال-RNA وبعد كده البروتين تمام؟ يبقى اهم واحد او اكتر واحد بيأثر فيه الصفات الوراسية هو ايه؟ ال-DNA تمام؟ طيب تعالوا مع بعض نروح لسؤال رقم اربعة وعشرين رقم اربعة وعشرين بيقول ايه؟ يقوم انزيم معين بكسر الروابط التساهمية في جزء ال-A ال-DNA تمام؟ يبقى انا عندي سؤال اربعة وعشرين بيقول ايه؟ يقوم انزيم معين بكسر الروابط التساهمية في جزء ال-DNA يبقى حيكسر روابط التساهمية هي روابط التساهمية دي ما عليش بتوجد فين ثاني احوش حط الرسمة اللى تحت هيه هنا في راض تساهمية وهنا في راض تساهمية الراض اللي بتربط مبين السكر والقعدة النايتروجينية هنا تساهمية وهنا الربطة اللي بتربط مبين السكر ومجموعة الفوسفات اسماها راض تساهمية طب ايه تاني اريد تاني بقى او اذا عيزي يحدث عند نيوكليوتيدا قدامنا. وهنحط فيها انزيم. الانزيم ده مسؤول عن تكسير. اهو هنا وهنا. تكسير الايه الرابط الايه التساهمية. نشوف الايجابة بقى. يتم فصل كل من القاعدة النايتروجينية ومجموعة الفوسفات عن النيوكليوتيدا. شفتوا ايه اللي هيحصل. المجموعة النايتروجينية دي هتنفصل. وكمان مجموعة الفوسفات ايه هتنفصل. طيب. نشوف السؤال رقم خمسة وعشرين. ما وظيفة البوليمر الناتج عن اتحاد عدد من المونيمرات. الموضح احدهما بالشكل التالي. يعني انا عندي هو بيقولي ده مونيمر. والسؤال الملفوف ازاي? ده مونيمر. ايه الوظيفة اه اللي هيعملها لما نعمل المونيمر ده نخليه اتحد مع بعضه يبقى بوليمر. نيجي من راحة كده. المونيمر ده بتاع ايه? او ده اصلا عبارة عن ايه? عبارة عن نيوكليوتيدا. تمام? طيب ده مونيمر. لما نجمعهم مع بعضه يبقوا بوليمر. حيبدينا ايه? الدي ان ايه? طب وظيفة الدي ان ايه ايه? شوفتوا السؤال جايد اللفة ازاي? اهو. وظيفة الدي ان ايه? يحمل المعلومات الوراثية. يبقى بيحمل المعلومات الوراثية. ادي ان ايه? تمام? طيب. نيجي هنا لشوية اسئلة كده مقالية. تمام? بتعتمد على الفهم. ايه شي? اول سؤال. استخرج غير المناسب. يعني الكلمة اللي هي مش مش لايقة على الايه? على الكلمات البقيين. مش معاها يعني. ثم اكتب ما يربط بين الايه? الباقي. واكتب ايه? الباقي فيما بعد. خلاص? عندي الكلمة المش مناسبة اللي هي مجموعة القايل. مجموعة القايل في الاحماض الايه? الامينية. تمام? بصوا الباقي بعبار عن ايه? مجموعة فوسفات سكر خماسي قاعدة نيتروجينية. لكن مجموعة الالكايل دي خاصة بتركيب الايه? الحمض الاميني. تمام? طب الباقي. الباقي ايه اللي بيربطهم ببعض? عبارة عن مكونات الايه? عبارة عن مكونات الايه? النيوكليوتي دا. تمام? اهو زي اللي مرسومة فوق اهي? اهي. هنا بيقول لي ايه? سكر خماسي. يعني ايه سكر خماسي يا جماعة? يعني فيه خمس كربونات. ادي اهو. هنا. اول اه 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 انا مشاور عليها. اول كربونا هنا. تاني كربونا هنا. تالت كربونا هنا. رابع كربونا هنا. خمس كربونا. تمام? فانا عندي السكر الخماسي ومجموعة الفوسفات وقاعدة النيتروجينية. دول بيكونوا لي ايه? انيوكليوتي دا. خلاص? يبقى انا مش هطلع الكلمة بس خدوا بالكم. انا مش بطلع الكلمة غير المناسبة واسكت. لأ وبطلع. البقين بيشتركوا مع بعض في ايه? او ايه العلاقة اللي جمعت ما بينهم? كأني بقول انا ليه اخترت جيب الزيت ان هي غير مناسبة. تمام? طيب. رقم اتنين. اقول لانا بقوله لكم. اجي الجدول هو قدامنا. بيقول لي ازا كان سين وصاد من نفس المركبات البيولوجية الكبيرة. سين وصاد من نفس المركبات. والمركب عين يختلف عنهما. ماذا تتوقع مما درست ان يكون كل من سين وصاد ومنوع كل منهما? طيب. خلينا نشوف سين وصاد عبارة عن ايه الاول? سين عبارة عن مركب بيولوجي كبير. ناخدها واحدة واحدة. طيب. وبيحتوي على ايه المركب البيولوجي الكبير ده? اكسوجين فوسفور نايتروجين. يبقى. هو اللي قال لي. سين عبارة عن ايه? مركب بوليمر. او مركب بيولوجي كبير. وهنا من الجدول عرفت انه مكون من اكسوجين وفوسفور ونايتروجين. يبقى ده عبارة عن ايه? بروتين كازين. بروتين الكازين. اللي هو البروتين اللي موجود فين? في اللبن. وده يعتبر بروتين ايه? مرتبط. ليه? لانه عبارة عن بروتين مرتبط بعنصر الفوسفور. خلاص? يعني هو لو اكسوجين ونايتروجين بس كان بروتين. لكن حطيلي فوسفور يبقى ده بروتين مرتبط بعنصر تاني. فهمنا? طيب. عندي بعد كده الصاد. الصاد عبارة عن ايه? اكسوجين وما فيش فوسفور ونايتروجين. يبقى الصاد عبارة عن بوليمر او غزئ كبير عبارة عن اكسوجين ونايتروجين. تمام? هيبقى بروتين الايه? بسيط. كله عبارة عن احمد امينية بس. زي ايه? زي الالبيومين. خلاص يبقى انا جوابت على سين وجوابت على صاد. سين الكازين وصاد. اللي هي ايه? الالبيومين. طب العين بقى. بيقولي ايه? اذا كان المركب عين مونيمر. يعتبر مونيمر لاحد المركبات البيولوجية المعقدة. بصوا المونيمر ده بيحتوي على ايه? اكسوجين وفوسفور ونايتروجين. تمام? وعبارة عن مونيمر. مونيمر ها? لجزئ تاني. للمركب بيولوجي معقد. هنستندقوا النيوكليوتيدة. ليه النيوكليوتيدة? لان النيوكليوتيدة فيها الاكسوجين ومجموعة الفوسفات والقعدة النيتروجينية. يعني فيها الاكسوجين والفوسفور والنيتروجين. والنيوكليوتيدة اهم حاجة تعتبر مونيمر. مونيمر لايه? لدي ايه? تمام? بصوا تكملة السؤال. ثم اوضح بالرسم. تركيبه اللي هو عين. النيوكليوتيدة. خلاص? مع كتابة البيانات ايه? فقط. تعالوا شوفوا معي اهو. انا رسمت لكم النيوكليوتيدة عشان ما نضيعش وقت. اهو. عبارة عن ايه? سكر خماسي. اهو. ليه سكر خماسي زي ما قلنا عشان بيحتوي على خمس زرات ايه كربون. كربون واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة. تمام? الكربون رقم واحد متصل بيه قاعدة نيتروجينية. اما الكربون رقم خمسة متصل بايه مجموعة ايه? فوسفات. زي ما انتم شايفين كده. طيب السؤال ده زكي قوي على فكرة. هنا اه اه ايه اللي عبارة وبيقول لي ما ما ده صحتها? السكر نشوف العبارة الاول بتقول ايه? السكر الاحادي في جزء ار اني ايه هو وحدة بناء النشا. ما مدى صحة العبارة مع التفسير. خدوا بالكم مع التفسير عشان فيه طلبة يكتبوها صح ولا غلط ويسيبوا التفسير. لا. هنقول صح ولا غلط وليه التفسير? السكر الاحادي اول حاجة في جزء الار اني ايه هو? ايه هو? الرايبوز. تمام? اسمه ريبوز. طيب. وحدة بناء النشا. الجلوكوز. تمام? يبقى العبارة دي ما لها غير صحيحة. طيب نقول ايه? حيث ان السكر الاحادي في جزء الار اني ايه هو سكر الرايبوز. تمام? اما الوحدة البنائية للنشا هي سكر الايه? الجلوكوز. تمام كده? ويبقى كده خلصنا درس الاحماض النووية. اه بطريقة الاسئلة النظام تمام? اه من كتاب الامتحان. اه انا مش بقول لكم تحلوا بس لا انا عايزاكم تفكروا في السؤال قبل ما تكتبوا الاجابة عشان ما تطلق بطوش. تمام? وازيني بدربكم وان شاء الله بازن الله هعمل كده على دروس تانية كتير. اه هشرح لكم كل سؤال وليه بنختار الاجابة دي وما بنختارش باقي الاجابات وازاي نفكر في اجابة السؤال وازاي نحله. تمام? واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم.